السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين ايه يا ربكم بخير في الفيديو بتاع النهاردة بازن الله نتعلم مع بعض ازاي نضيف الساعة على سطح المكتب اه لويندوز اه حداشر ونفس الطريقة تنفع تستخدمها مع ويندوز عشرة لو حضرتك اه حابب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي تابع الفيديو للنهاية طيب هنعمل ده مع بعض ازاي بمنطقة البساطة تنزل اه تفتح المتصفح الخاص بيك وتيجي في خانة البحس اللي موجودة فوق تضع الرابط اللي انا ان شاء الله هتركوه لك في قلبي سندوق الوصف الخاص اه بالفيديو تضغط على من لوحة المفاتيح تنتظر لحديث الصفحة دي تفتح معك تنزل تاخد اللي هي كلمة اه تمام وتنتظر لما تبدأ عملية اه شغالة اه انا انتظر لحين الانتهاء طبعا حضرتك الملف اللي انت بتحمله ده حوالي اتنين اه ميجا ونصف هذا انتظر لحين الانتهاء من التحميل واورد حضرتك اللي هنعمله بعد كده. بعد الانتهاء من تحميل الملف طبعا هينزل عندي في ابدأ اروح على اللي هو مصطفى. تمام? ونروح رايحين على اللي هي التنزلات. هلاقي البرنامج الصغير ده. ابدأ اخده قص. اروح اه رايح به على سطح اه المكتب. اعمل له لصق. تمام? زي ما حدرك شايف كده يظهر معايا بالصورة دية. كل اللي انت هتعمله تبدأ تقف عليه وتعمله تشغيل كما سقول. هتقول له نعم. طبعا هو اه بيدعم اللغة العربية. هبدأ اقول له اوكي. هبدأ اخليه تسبيط كياسي مستحسن. هبدأ اضغط على التالي. هبدأ اضغط على كلمة اه تنصيب. تمام? وبعد كده هضغط. اشيل طبعا علامة الصح من هنا. واضغط على كلمة اه انهاء. الخطوة التانية هفتح برضو مرة تانية المتصفح بتاعي. هفتح صفحة جيدة. تمام? وضع اه الرابط ده لصق. تمام? وابدأ اضغط من لوحة المفاتيح. تمام? وانتظر الحديد ما الرابط اه يفتح معي. لحظات بسيطة تابع الفيديو. تمام? اه الصفحة دي هي اللي هنحمل منها اه اشكال استعاد اللي ممكن استربتها على سطح المكتب. كل اللي انت هتعمله هتنزل تاخد اللي هي الخيار التاني اللي هو كلك. تمام? كده هو. هتبدأ تختار الخيار اللي تعجبك لشكل الساعة. تمام? تضغط عليه. تمام? في عندك طبعا حوالي خمس اشكال لشكل الساعة. فانا هفضل الشكل ده. حضركها تختار الشكل اللي انت عايزه تضغط عليه. تمام? هتفتح معك الصفحة بالصورة ديت. تبدأ تنزل تحت. تمام? وتختار اه دول لوت. طبعا الملف ده حوالي واحد واربعين كيلو بيط. تضغط على دول لوت. تضغط هنا على كلوز. تمام? وتنتظر الحديث ما يبدأ تحميل الملف. طبعا الملف آآ ما خدش ثواني وخلص. الخطوة اللي بعد كده ان انا هروح اجيب الملف الصغير اللي انا حملته. تمام? طبعا برضو هينزل في الدول لوت. اهو الصورة اللي حضرتك شايف ديت. وتبدأ تضغط عليه مرتين. تمام? وبعد كده نبدأ نضغط على انا انتظر الحديث ما يتم آآ تثبيته. تمام? في الوقت دوت حضرتك هتروح رايح على قيمة آآ ابدأ. ونروح على جميع التطبيقات. وننزل نجيب التطبيق اللي احنا ثبتناه. اللي هو التطبيق بتاع الساعة. نضغط عليه. تمام? لحد ما نتأكد ان هو ظهر عندنا جنب الساعة. نبدأ نضغط عليه. هيظهر معايا بالصورة ديت. تمام? هتلاقي حضرتك الساعة ظهرت. في عندي شكلين للساعة. شكل آآ دارك مود. دارك مود اللي هو اللون الاسود. واللايت مود اللي هو اللون الابيض. حضرتك هتختار اللون اللي انت حابب ان انت تشغله. انا هنا ده وقاتي لو شغلت الدارك مود. زي حارب شايف كده ظهرت معايا الساعة بسطورة ديت. تمام? بس ممكن عشان انا الخلفية بتاعتي خلفية غمأة فمي بشكل استاعة واضح هوي. فممكن تختار زي ما حضرتك آآ شايف. كده ظهرت آآ على سطح المكتب. ممكن حضرتك تحرقها في المكان اللي انت عايزه تحطها في المكان اللي انت عايزه. يعني المكان اللي انت بتفضل تحط فيه استاعة. كل اللي انت بتعمله هتقف عليها. تمام? كده وتبدأ تتحرق بيها في المكان اللي انت حبه. فانا ممكن اخليها فوق. زي ما حضرتك شايف. طيب ممكن اظهر بعض من الادوات الاخرى. لو انا ضغطت هنا كده. هبدأ آآ اظهر اللي هي واستعمالاته. زي ما حضرتك شايف كده. ممكن اظهره هنا بتاعي. ممكن اخد الخيار التاني ده. تمام? ممكن آآ اللي هي الشبكة. اظهر الشبكة. تمام? زي ما حضرتك شايف كده ده استغلاق الشبكة بتاع الخاصة بي. تمام? ممكن تظهر اللي هي بيانات آآ الاستخدام بتاع تمام? والرامات المستخدمة. زي ما حضرتك شايف كده التطبيق آآ تطبيق جميل جدا. بيزهر ليك آآ مجموعة من الاشكال الجمالية على سطح المكتب. وفي نفس الوقت بيدي لك معلومات كتير عن الجهاز الخاص آآ بيك. آآ ممكن حضرتك لو قفت بعد كده في اي مكان فاضي ممكن تبدأ تعمل عملية اغلاق للنمط. يعني اي نمط انت حابب تشيله. تبدأ تقف عليه. وتعمل اغلاق للنمط. فهتلاقي النمط ده يختفي. يعني لو حابب بشيل النمط ده. زي ما حرق شايف كده انا شلته. اي نمط تاني انت حابب ان انت تشيله هتشيله. حتى الساعة نفسها لو حابب ان انت تشيلها هتشيلها. آآ طبعا آآ بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى. لو انت استفدت منه وتعلمتش جديد ما تنساش طبعا ان انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.